النهاردة 11 سبتمبر عيد ميلاد أسطورة من أساطير الأهلي والإدارة الرياضية في مصر وقدوة كبيرة لكل الأجيال الميستر صالح سليم الميستر صالح سليم عليه رحمة الله ولد في 11 سبتمبر في مثل هذا اليوم في عام 1930 كان يوم أعتقد حتى لما حدثت أحداث نيويورك كان في 11 سبتمبر فبدأ أن ذكر ميلاد صالح سليم دايما فيها حداث قوية يتذكرها العالم يعني أنا مش عايز أكون مبالغ إذا قلت أنه في كل عقد أو كل كذا عقد يعني يقدم أو تقدم الأرض المصرية نبتة مصرية في مجالات مختلفة بشكل مختلف استثنائي وأزعم أن ميلاد الكابتن صالح كان إذانا بأننا يعني سوف نستقبل شخصية رياضية قيادية كروية استثنائية سواء في الملعب أو خارج الملعب أو على صعيد كيف يكون القائد والقدوة وكيف يترك من الآثار ما يعلم الأجيال القادمة وعندما سألتني ياه من من هو الذي تستحضره عندما يعني تكون شو موقف عايز تاخد رأي مين قلت لنا بابا عايز تاخد رأي الكابتن صالح وباخد رأي الكابتن صالح رغم أنه وش موجود أسأل نفسي سؤال ماذا لو ماذا لو يا كابتن صالح يعني واسترجع من خلال المواقف اللي بيني وبينه وكثيرا من المواقف اللي يتم فيها أحيانا المزايدة على الأهل نفسه أي ما يعرفوش أن الكابتن صالح ما كانش يعمل كده ما كانش يعمل كده منها ما يخصه شخصيا يعني عندما يتعادي يقول لك مش عارف أساءل الكابتن صالح هو مقبول أنت عارف أن الأساءل الكابتن صالح في وجود الكابتن صالح رفض الكابتن صالح عندما علم أن مجلس إدارة النادي الآلي قد اتخذ قرارا بعقاب شخص أساءل قالوا أمتو زا تعملوا كده افصلوا ما بين شخصي وبين النادي الآلي إذا كانت الإساءة قد طالت النادي الآلي لا لكن أنا أنا مع اللي أساء إلي مين قالك أنه لو لو فصل لي وأساء إلي كنت سمحته ولا لا مين قالك أنه لو كان اعتذار اللي كنت قبلت اعتذار ولا لا مين قالك أنه هناك من لا يسؤون إلي ولا يمكن أن أخفر لهم لأن أعلم نواياهم وما يدمرون للنادي الآلي مش لصالح سليم كان صالح سليم أقوى من أي حد يحاول يناله شخصيا وانت شفته وعلى فكرة الفيلم التسجيلي اللي أزعته قناة الأهلي والخاصة بهذه المناسبة وكان لك يعني إضافات فيها وكثير من من عصروه وشرفت أن أنا على بعض الفقرات كده كان لي برضو ذكريات في هذا الأمر صالح سليم كان استثناءا وكان يرفض أن يزايد بمواقفه أحد إلا فيما يخص النادي الآلي فدائما نتعلم ماذا لو كان هذا الأمر موجود ويخص النادي الآلي ماذا يفعل صالح هنا التمسك بسوابة النادي الآلي وهو اللي علمنا أستاذ إبراهيم لما كنا بنقول ما يخصنا مش هنتعامل به كثير ما كانت الإساءة تطلنا لكن إذا كانت الإساءة بهدف تشويح حاجة تخص النادي الآلي هنرد حتى لو جاء ذكرنا مش لأننا بنرد عن أنفسنا بنرد عن النادي الآلي لكن اللي مستدقل دمنا مش هنعرف أننا نعمله حاجة غير نقوله متأسفين أننا معكنينين عليك بتقل دمنا والله إحنا ما قصدنا إحنا قصدنا نقول النادي الآلي ها هو يا جماعة حبوه كما وجدتموه بهذه الثوابت التي لا يمكن التفريط فيها صالح سليم هو من رعى الثوابت هو مخترعهاش طبعاً ولكن كان الحارس الأمين اللي ترجمها بشكل عمل في كثير من التصرفات صالح سليم الذي يقال له مش عارف إيه جمهور إيه هو الذي قال الآلي لا يدار من المدرجات ولكنه يعمل من أجل المدرجات كان بيقولنا إحنا كده صالح سليم اللي في يوم من الأيام عندما استقال واصطدم بمجرس الإدارة ودخل الجمهور ساخطاً عقب أحد المطشاط تحت عشرين سنة واندفع يهاجم الإدارة جوه وكاد أن يقتحم مجرس الإدارة وكاد أحد المسؤولين التنفيذين أن يطلب وهليلجأ إلى اسم أسر النيل خاف من اللي حيحصل في دخلة الكابتن صالح فصالح صالح وتلموا عليه من غير صالح الدولي قال لهم إيه في إيه في إيه كنت حتى نوقف في الطريق يا جماعة يا جماعة اسمعوا الكابتن صالح خفت أني ما يسمعهوش لأن أدركت حيقول لهم إيه فهو اللي حيحله فقالوا لي يا كابتن صالح وإزاي متامشي قال لهم دي الشق نبيل وبين المجلس حاجة ما تخصش حد أنتوا ليكوا تتعاملوا مع ما تصفر إليه قرارات النادي مش في قرارات النادي حتى لو بتحبوا صالح سليم لو بتحبوا الأهل أكتر منه وتسيبوا النادي دلوقتي وما لكوش دعوا بهذا الأمر صالح 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 ومشوا واهتفوا وخرجوا بره النادي ولأسف اشتديت حد راح بلغ مجلس دره أنا كنت بقود من فوق من الطراث الجماهير فلما تم عتاب قلت لهم أنا كنت عارف أن الكابتن هو اللي حيحلها قلت لهم اسمعه بس الكابتن صالح عايزي يقول إيه واعتقد أن النتيجة صارت على أجمل ما يمكن أن تسفر عليه قرارات الإدارة إحنا عارفين إحنا مع بعض نعمل إيه لكن مع بعض نحمل نادي الأهل إزاي من إن إحنا نستغل في غطبة الجماهير هو ده صالح سليم طيب 93 سنة على ميلاد كابتن صالح يعني 11 سبتمبر 1930 النهاردة 93 سنة رحمة الله عليه رحمة الله تفتكر في كلمة واحدة سر صالح سليم فين؟ الصدق 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 والثقة الغير مسبوقة بالنفس ما كانش غير لا غير من حد ولا غير من نجاح ولا يسعى إلى منصب ولا يعني ما لهش مسكة يعني عشان تغري صالح سليم إنه يبقى مثلا وزير مقابل كذا هو مش عايش يبقى وزير رئيس اتحاد كورة مين قال لكن أنا هو أنتو هتستعملون لو جاءت رئيس اتحاد كورة يقول له إيه يعني مستعملكش لا لأنه هغير حاجات كتير جدا نتو هتستعملون الله يرحمه المهندس الشريف خشب مرة قال لي ساعت أنا والكابتن برايم الخليل قال لي ساعتنا إنه نقنع كابتن صالح يجي رئيس اتحاد كورة فالمهندس الشريف بيقول لك أنا عزمته في البيت وجبت برايم الخليل يا كابتن صالح أنا الأواني إنه أنت بقت مديدك لاتحاد الكورة وعايزين نصلحوا الكورة كلها قال لهم طيب ماشي عايزين إيه تدخل اتحاد الكورة قال لهم موافق بشرط واحد هتولي مجلس زي كنتوا الاتنين كملوا للعشرة زي كنتوا الاتنين لو قدرتوا أنا هنزل تعرف نفسي جملة ولا ما قدرناش نكمل ثلاث أفراد قال لنا وإحنا بنقنعه إنه ينزل أيام انتخابات صحب الثقة في المجلس بتاع كابتن الوحش وكانت ناس بتضغط عليه وكان قرر ما نزلش تاني يا كابتن صالح النادي محتاجك يا كابتن صالح محتاجين قيادة الناس كلها تتلمى عليها نحن في لحظة غير مسبوقة مش عايزين نتفرق الوحيد اللي قادر يليم الناس بكافة انتماءاتها بما فيها المعارضة على حضرتك في الآخر خالص سأل تعرفوا تجبوه لي عشرة نوفي عليهم قلنا له اختار اللي تختاره وحنكمل فهو اختار اتنين وقال مش عايز ولا واحد من الاستقاله اللي استقاله مين بقى كل قيادات النادي الاهلي كابتن حسن كابتن خطيب محرم الراغب عمرو علواني حسن غانم عم جيد محمود قال لهم ولا واحد ينزل معايا عشان محدش يقول استفادوا من استقالتهم من هم غيروا المجلس ورجعوا ولا واحد فاتجبوه لي وجوه جديدة واتناء جاي بقى حسن البدراوي جاي برم المعلم وجاي واللوى سفير نور واللوى فاروق رجب واللوى فاروق رجب والسفير سميح نور رحمة الله عليه سميح نور لا سميح نور هو عينه عينه في المعينين محمد عبدو كامين صندوق ومجد عمين عمر رحمة الله عليه لا هو جايه واحد بس احنا جبنا تسعة الاعتذار كابتن حسن مصطفى في اللحظة الأخيرة فدخل كابتن حمد كونيسي من المجلس المستقيم اعتذار اللي غير مجرى الأحداث لا خدف سكة طبعا وكابتن حسن بص ما كانوا ينفعوا مع بعض كابتن صالح ودكتور حسن قيادات ناريين لا كابتن صالح له طابع كابتن حسن له طابع وطموح صالح طابع بدون طموح كابتن حسن طابع وطموح هنا الحتة دي لأن حسن صغير وعايز لسه قدامه شور طويل جدا سواء في الهندبول والحقيقة أن يعني عدم نجاح كابتن حسن قدام كابتن صالح كان هو الصح لأنه راح الحتة اللي لازم يروحها لأنها دي السكة المفتوحة النادي اللي قالي بعد رئيس النادي اللي هتعمل هتعمل دورتين وتقعد لكن كابتن حسن مصطفى في الهندبول هو عمل الشيء اللي كنا نتمنى كلنا أن ييجي حد مصر يعمله فده المجلس أو محمود سلطان ده المجلس التكنيب طيب